اشتركوا في القناة فأرسل لهم آخر لكنهم ضربوه أيضا وأهانوه وأرجعوه خالي اليدين فأرسل لهم خادما ثالثا لكنهم ضربوه وجرحوه وألقوه خارجا فقال صاحب الكرم ماذا أفعل؟ أرسل ابني الحبيب فلابد سيحترمون ابني لكنهم لما رأوه تآمروا معا قائلين هذا هو الوريث لنقتله فيصير المراث لنا أكمل القصة يا معلم فأخذوه خارج الكرم وقتلوه فماذا سيفعل صاحب الكرم بهؤلاء المزارعين؟ سيأتي ويقتلهم ويسلم الكرم لآخرين وإلا فما معنى ما كتب الحجر الذي رفضه البناءون صار حجر الزاوية كل من يقع على هذا الحجر يتهشم وكل من سقط عليه الحجر يزحقه صحقاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر